عزلة قدس مديرية المواصد جنوب مدينة تعز عزلة رفضت الانقلاب وميليشيات إيران منذ البداية وقدمت من أبنائها 65 شهيدا ولا زال الكثير يحملون السلاح في كل جبهات المحافظة وخارجها ومن لا يشارك بالجبهة يكن للمقاتلين كل الحب والدعاء لا نستطيع أن نكافيكم فيه أنتم رجال عمالقة أنتم قبال فوق القبال الراسيات حفظكم الله سدد الله رميكم لأن لو لاكم فإننا في الوطن كان في مهب الريح أنهم أسر الشهداء الذين قدموا التضحيات من أقل هذا الوطن الغالي والكريم وقميع الشعب اليمني بكل أطيافه بقالبون نساء نهني ولن كل المرابطين في المواقع وأسر الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن ونهني الشعب اليمني وإن شاء الله تفرق على الشعب اليمني قيادة إصلاح تعز وصلت زياراتها العيدية لعدد من أسر الشهداء بهذه العزلة بهدف معايدتهم وتفقد أحوالهم كواجب وطني ولكي لا تشعر هذه الأسر بأن الحاضنة الشعبية قد نسيتها أو أهملتها الحمد لله توفى بقذيفة وأنتم قموا بالواقب معهم ثلاثة أطفال توفى عشان الوطن ستشهدوا عشان الوطن وكنوا سوق سوق سعاف والحمد لله رب العالم بس أنتم كنوا تفقدوا قهالهم تفقدوا اليتامات تفقدوا كيف حالتهم والحمد لله على كل حال ونحن في زيارتنا لأسر الشهداء في قدس وفي قبال قدس الشماء قدس الحرية والكرامة والتي قدمت قوافل من الشهداء العشرات من الشهداء والعشرات من الجرحاء والمرابطين على قبال قدس في عمقان وفي حلقان وفي الزبيرة هؤلاء الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل هذا الوطن ومن أجل الدفاع عن الحرية والكرامة هؤلاء الشهداء هم الذين كانوا سببا في حريتنا وكرامتنا ولذلك عندما نزورهم إنما لمكانتهم في الدنيا وفي الآخرة فقد هؤلاء إما أبا أو أخا أو ابنا وكلهم غالين عليهم جدا لكنهم يرون أن الوطن أغلى فإذا فقد فقدت الأسر استقرارها وحريتها وكرامتها لذا هم فخورون بما قدموا وسيفخرون أكثر عندما يتحرر كل الوطن تتحرروا مرحة قدموا صفوات قدموا 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 قدموا